اشتركوا في القناة عونو بسيل وبعت وزير دخليته مرفوع الراس يوقف على خاطر جبران بالقلو وقتها فرع عونو صهرو بتشكيلة المئاتي وصرح تيار الوطني بـ 12 أيلول 21 أسقطت الحكومة بميلادتها محاولة الاحتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية إلى أن صح الصحيح وتألفت الحكومة بحسب الدستور رافو مبروك ورد الرئيس مئاتي مرتاح وقال توافقي مع الرئيس عون هو الذي أوصلنا لتشكيل حكومة هو شريك ضمنها وفي الحكم نتبه منيح شريك بالحكم مش حكم طيب شو عدا ما بدأ صار اليوم نجيب مئاتي عدوه لمقام رئيسة الجمهورية والوقت اللي الكل بيعرف أنه عون ومئاتي بيسمعوه كلمة الحزب لشو هالطوش الطايفية اليوم بين موارنة لبنان من الكبيرهم لصغيرهم والرئيس مئاتي البلد صار بجهنم وبعضه ضارب هرمون التعصب والشعبوي هيدا كله تخلف وسخاف ملاحظة وقالي كانوا عون والمئاتي دفنين وسواء كتبت دراسي من 30 صفحة بعنوان هل يؤكد دولته أنه شريك فخامته في انقلابه على الدستور والنظام البرلماني وآخر ساطرين فيها بقول مرة أخرى يدفع الوطن والمواطن ثمن خروج رئيسي الجمهورية والحكومة على أحكام الدستور وعلى مبادئ النظام البرلماني وثمن وقوع لبنان تحت سيطرة حلف الممانعة وحزب الله اليوم للعونية الكلمة وحدة وروحوا أمنوا نصابوا انتخبوا رئيس خلصنا جلاطة وشعبوية انت دولة الرئيس خليك ببيتك سكر تليفونا وعلى مهل تيفهمه عم ندفع ثمن تدويرة للزاوية بجفة بقى اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر